السؤال الذي يأتي بعد هذا السؤال كيف يمكننا أن نتعلم اللغة العربية بعيدا عن تعقيدات النحاط وكيف لنا أن نجد الجانب الحي من اللغة العربية هناك جانب جامد في اللغة العربية وهو جانب ضروري النحو والصرف لا أريد أن أتحدث عن النحو والصرف هنا هذا موضوع لا أريد أن أليج فيه وأنا أجيب على هذا السؤال لأن السائل يسأل عن الجانب الحي من اللغة العربية الجانب الحي من اللغة العربية أدبها الأدب العربي وهذا نستطيع أن نتلمسه في الشعر العربي الشعر العربي وأتحدث عن الشعراء المفلقين عن الذين امتازوا باستعمالهم للكلمات الفخمة وللتعابير الراقية أتحدث عن أمثال الجواهر مصطفى جمال الدين إنه الشاعر العراقي المعروف أحمد شوقي إنه أمير الشعراء كما يعرف نزار قباني محمود درويش هؤلاء الذين امتازوا باستعمال الكلمات الفخمة والتعابير الراقية واخترت نماذج متنوعة كل واحد من هؤلاء يمثل اتجاها أدبيا معينا هؤلاء ومن يماثلهم في الدرجة نفسها من الشعراء المفلقين الذين عرفوا باستعمال الكلمات الفخمة والتعابير الراقية وأضيف إليهم الشعراء العقائديين الذين نظموا في عقيدة العترة الطاهرة من أمثال الكوميت ودعبل والحميري والذين في هذا المستوى من الشعراء الماضين ومن أمثال حيدر الحلي وجعفر الحلي ومن هو في مستوى هذين الشاعرين من المعاصرين أو من الذين توفوا في العقود القريبة الماضية الشعر يفتح الباب أمام المتعلم كي يتلمس الجانب الحي من اللغة العربية الأساليب الأدبية التي تميزت بأنها كتبت بأقلام سيالة هناك أقلام جامدة وهناك أقلام سيالة من الذين كتبوا بأسلوب الأقلام السيالة لا أتحدث عن مضامين كتبهم طاه حسين إنه الأديب المصري المعروف العقات أديب مصري آخر جورج جرداق جبران خليل جبران واخترت نماذج مختلفة كل واحد يمثل اتجاها معينا لأننا في أجوائنا الشيعية لا نجد كتابا يملكون قلما سيالا من الكتاب المعاصرين كاتب مصري محمد حسنين هيكل بغض النظر عن مضامين ما كتب إنني أتحدث عن أسلوب الكتابة هؤلاء الذين ذكرتهم يملكون قلما سيالا ربما من علماء الشيعة ممن يملكون قلما سيالا عبد الحسين شرف الدين محمد حسين كاشف الغطاء لكن في أسلوبهما تكلف هناك تكلف واضح يكاد أن يقترب من التقعر في بعض الأحيان أما مراجع النجف فإنهم لا يملكون قلما سيالا في الكتابة أتحدث عن المراجع الطوسيين في حوزة النجف وكربلاء أقلامهم في أحسن أحوالها جامدة محمد باقر الصدر أسلوبه جميل لكنه جامد يفتقر إلى الحلاوة الأدبية وطلاوة البلاغية صاحب الغدير عبد الحسين الأمين يمتلك أسلوبا جذابا لكنه لا يخلو من العجمة هناك عجمة واضحة في طوايا تعابيره أنا لا أريد أن أتحدث عن الجميع الجانب الحي في اللغة العربية هو الجانب الأدبي في الشعري وفي النثر من جهة أساليب الكتابة معايشة هذه المضامين لأجل أن يصل الإنسان إلى أسلوب يقتنع به إن كان على مستوى الحديث أو كان على مستوى الكتابة كل هذا يكون مقدمة وإلا فإن ما جاء في الأدعية والزيارات وفي خطب أمير المؤمنين وفي أحاديث المعارف في ثقافة العترة الطاهرة هو الذي يعلمنا الجانب الحي للغة العربية لكنني أشرت إلى هذه الأسماء وإلى هذه الجهات كي تكون مقدمة كي تكون مقدمة فنحن بحاجة إلى إيجاد أسلوب يمازج ما بين البلاغة القديمة وما بين الأساليب المعاصرة إن كان ذلك على مستوى الحديث أو كان ذلك على مستوى الكتاب إجابة إجمالية مجزة أتمنى أن تكون وافية في توضيحها للمطلب ترجمة نانسي قنقر